فنجان القهوة جنبك واكتبك في ايدك وما وجود في قطك وبتسمعه والدنيا كلها تهم معاك بس انا مش محتاج منك اكتر من جدا فجأة وبدون اي مقدمات حرارة جسمك توصل لأكتر من 1500 درجة مقاوية وسواني وهتكون رماض اللي انت سمعته دوا ده صحيح ودي زاهرة اسمها الاحتراق البشر الزاتي زاهرة ما لهاش اي تفسير لحد يومنا هذا لكن خلينا احكي لك المعلومات الكافية عنها وبعض النظريات وضحايا الزاهرة خليني الاول كده اماهد لك الطريق العلمي للموضوع الاحتراق البشر الزاتي هو عبارة عن حريق بيكون في الجسم من غير اي سبب او اي عمل خارجي معروف او محدد احيانا بينتج عنه حروق بسيطة في الجلد او في الجسم وفي بعض الحالات وصلت درجة الاحتراق لاكتر من 1500 درجة حسب التحقيقات تحقيقات التب الشرعي وتحليلات بعض العلماء والكتب والباحثين للحالات التي تم التبليغ عنها من حالات الاحتراق البشري الزاتي قدرت توصل لشوية فرضيات يعني مثلا سلوك الضحية والعادات اللي مرت بها خلال اخر فترة قبل الاحتراق او استهلاك الضحية للكحول او انها كانت قريبة من مصدر اشتعال لكن برضو ما فيش اي تفسير واضح وصريح عن الظاهرة دي طب ايه اللي يخلي الجسم يولع بالكامل لدرجة انه يبقى رماض بدليل ان الجسم ما يقدرش يولد حرارة تكفي انه يحترق ذاتيا لان الجسم مكون من 60 ل 70% من المياه وطبعا المياه سائل غير قادر على الاشتعال فيه اشخاص كتير بتشرب كحول والكحول قابل للاشتعال لكن الشخص هيموت من تسمم الكحول لو زاد عن حد معين يمكن المادتين القابلتين للاشتعال في الجسم الانسان هما انسجة الدهون وغاز الميثان وحتى لو توفرت آلية لاشتعال غاز الميثان والدهون هتتكفل المياه الموجودة في الجسم انها تطفي النار دي جات بقى بحثة الظاهر خارقة اسمها برين جا فورد وقالت ان 75% من الحالات اللي احترقوا ذاتيا هما ناس كبار في السن ومعزولين بشكل كبير عن التعامل مع الناس ولما ماتوا كانوا في عزلة ووحدة دايما رد عليها بقى علم كيميا اسمه ارنولد لاري في كتابه انا مشتعل وقال ان ممكن جسم الانسان يحترق في ظروف معينة زي زيادة الكحول في الدم والضغط الشديد يمكن ان يكون الزناد اللي هيبدأ بعده الجسم في الاحتراق والعملية دي بيساعد على احتراقها انخفاض الكربوهايدرات اللي هتنتج الاسيتون وهو شديد جدا في الاشتعال بتالي هيقدي الى الاحتراق ذاتيا جه سنة الف تسعمائة سبعة وتمانين كاتب العلوم ونائب رئيس تحرير مجلة علوم المتشككين بن يمين رادرفورد وقال ان الاحتراق الذاتي ظاهرة حقيقية ومش نتيجة شخص عجوز او عاجز وليه مش بيحصل مع ناس كتير وان احنا كبشر خمسة مليار في العالم مش بتحصل مع حد قريب مننا وانها حصلت ميتين مرة بس عدد قليل مقارنة بعدد العالم وانما ده بسبب مصدر مجهول كده انا بقى اكلمتك عن ايه الاحتراق الذاتي وايه هي الفروض اللي تقالت عنه خليني بقى احكي لك عن بعض ضحايا الاحتراق الذاتي اول حالة كانت لسيدة اسمها ماري ريزر الحادثة دي حدست في ولاية فلوريدا سنة 1950 ميلادي وهي تعتبر من اشهر حوادث الاحتراق الذاتي ماري ريزر وجدت في شقتها الاواني المنزلية في مبخة كانت منصارة تماما ولما دخلوا الشقة لا ان هي محترقة تماما مفيش غير جزء بسيط منها وقدر خبراء الطب الشرعي ان هما يعينوا درجة الحرارة اللي وصلت لماري لقوا انها وصلت ل 1500 درجة مقوية وطبعا دي كانت درجة حرارة كبيرة جدا جدا وانا هسيب لك صورة وصورة لبقايا جسمها سنة 1966 الدكتور بنتلي واحد من ضحايا الاحتراق الذاتي اللي تبقى منه بس جزء من رجله ودرجة الحرارة اللي تعرض لها عقدة 1800 درجة مقوية انت متخيل الرقم درجة احتراق صعب جدا صعب جدا انك تتحملها انك تصدق انها خارجة من جسم بشري اصلا بسها حصلت مع اكتر من 200 حالة في العالم الغريب بقى في الموضوع ان كانت سنة 1956 كان في 6 عجوزة اتحرقت كلها معا دا رجله حتى من تحت الرجبة كده وكانت قاعدة على كرسي الكرسي تأثر بحروق بس ما تحرقش زيها حالة تاني هي للراقصة اللي تفحمت كليا بصورة مفاجأة قدام جمهور كتير بيحضر حفلة ليها واللي خلى الناس تندهيش بسبب اللي حصل لحد ما جات حالة سنة 2013 ابطالت صحة بعض الفرديات والنظريات اللي تقالت دي اكتر حالة وجعت قلبي واستغربتي جدا لها هي حالة الطفل هندي اسمه راهول في اول 3 شهور من ولدته اتحرق اربع مرات اول مرة كان عنده 9 ايام بس مش احتراق كلية كانت حروق بالغة في مناطق متفرقة من جسمه لكن الدكاترا اختبروه 12 اختبار عشان يعرفوا السبب ولكن برضو مفيش اي سبب منطقة عن الاحتراق دو ظاهرة غريبة ومحايرة بصراحة من الناحية العلمية مستحيلة بس حصلت واللي جعل العلماء كتير يصدقوها ويبحثوا كتير عشان يلاقوا تفسير منطقة للظاهرة دي بس مفيش فايدة ظاهر كتير وحوادث غريبة بتحصل مع ناس كتير كل يوم ملهاش اي تفسير منطقي وحاجات بتحصل العقل بيعجز عن وجود حل ليها بس انا معاك عشان اجيب لك كل ما هو غريب تمام كده احنا اتكلمنا خلاص عن الاحتراق الذاتي البشري نيجي بقى اقول لك لازم انت اتأكد ان انت عملت اللايك والسبسكرايب ولو عجبك الموضوع ما تنساش تعمل احب اوجه الشكر الكامل للانسان العظيم المحترم محمد زمزم صاحب هسيب لكم اللينك صفحة الفيسبوك طبعه تقدروا تتابعوه بيقول كلام حلو جدا وشكرا